اول شحنة من المواد الخام لانتاج لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا اذانا ببدء انتاج اللقاح محليا لتصبح مصر اول دولة في افريقيا والمنطقة تحقق هذا الانجاز ولا تقتصر الجهود المصرية في صناعة وتوفير اللقاح على استيراد المادة الخام بل تمتد الى نقل التكنولوجيا الخاصة به الى مصر في استثمار مهم طويل الامد لصالح الدولة المصرية وبذلك ستستفيد مصر من نقل تكنولوجيا التصنيع في التوقف عن استيراد المادة الخام وتصنيعها محليا الى جانب عقد اتفاقيات مع عدد من الشركات الدولية المنتجة للقاحات لانتاج اللقاح الخاص بها محليا وتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير لدول القارة الافريقية مستقبلا وفي الوقت نفسه تعمل وزارة الصحة على قدم وصاق لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا لكافة المواطنين حيث تعاقدت على ملايين الجرعات كما قامت بتأهيل المراكز المجهزة والملائمة لاخذ جرعات اللقاح مع توافر كافة الشروط والتجهيزات التكنولوجية لحفظ ونقل اللقاح لضمان امانه وفاعليته للمواطنين املا في حمايتهم من فيروس كورونا اشتركوا في القناة